سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد على برنامج المرأة المسلمة النهاردة موضوعنا خاص بحدث على الساحة العالمية لا يمكننا ان احنا نتركه كده يمر بلا بحث ومنقشة وهو خاص بموضوع الاسلاموفوبيا الاسلاموفوبيا دي عبارة بقى العالم الاسلامي في الشرق وفي الغرب المسلمين عندهم كل واحد عنده فهمه الخاص بقى للموضوع ده وكل واحد بيراه بطريقة معينة واصبحت يعني زي كده عالم ولا حاجة تترفع كل ما نحتاجه عشان يبقى او يفطى نرفعها كل ما نحتاج نعمل شوية دوشة او نقول حقنا او نقول لا حرام تعمله فينا كده ويبقى الجاني ضحية والضحية جاني وهكذا فيها لخبطة كتير عبارة الاسلاموفوبيا يعني سؤال يطرح هلحد يعرف مصدرها تدت امتى مين اللي طلع بالعبارة دي اساسا هو مش يعني ما هوش ما هيش عبارة علمية مثلا مش تشخيص طبي يعني الفوبيا ده المفروض انها مراض يعني واحد عنده فوبيا عنده حاجة واحد عنده فوبيا من التعبين مثلا انا عندي فوبيا من التعبين وعمريش قربت من التعبين لكن معرفش ليه عندي مثلا حد عنده فوبيا من العنكبوت هل واقعيا العنكبوت ممكن يأذيه؟ نو هو عنده الخوف ده بطريقة مراضية فوبيا دي حاجة مراضية فمعرفش يعني ما فيش تشخيص لمرض اسمه اسلاموفوبيا فهل حد عارف العبارة دي ابتدت امتى تعرفها؟ ليها تعريف محدد بالتحديد ولا لأ هنبحث الكلام ده مع بعض واللي عنده حاجة يكتب لي يقول لي حلقة النهاردة هتكون بعنوان الاسلاموفوبيا ومشاعر المسلمين على طول لما نيجي نتكلم في موضوع الاسلاموفوبيا تلاقي المسلم مثلا نعمل مؤتمر في حتة هنتكلم عن الاسلام فييجي المسلم يروحوا عاملين مظاهرات على طول بقى قدام المكان اللي هتعمل فيه المؤتمر مثلا والناس تضطر تجيب امن والبوليس يتدخل وكده ليه لانوك هتتكلموا عن الاسلام طب ليه ما نتكلمش عن الاسلام لأ انتو بتجرحوا مشاعرنا انتو بتهينوا الرسول نفجر لنا كم حاجة عشان الرسول اتهان يعني وعلى طول تحس انه الناس اللي بتقولك دي ما تتكلمش عن الاسلام على طول انت بتجرح مشاعرنا طب ما انت عندك القرآن بتاعك بيتكلم على المسيحية واليهودية وعلى الناس اللي همش دين ومش بس كده بيشتمهم يعني شتيمة واضحة ما احناش مشين نقول ايه مشاعري ليه لكن الاسلاموفوبيا عبارة يرميها في وشك المسلم وهو مش عارف هو مشاعره مجروحة من ايه ما تتكلمش على الاسلام لحسن مخه يفتح ولا حاجة يبتدي يفهم ان الاسلام في مشكلة فيه فرق بين الكلام عن الاسلام وعن المسلم او المسلمة فيه فرق يعني مشاعري تجرح لما حد يقول لي انت مثلا ارهابية انت مسلمة ارهابية فمش عاري تجرح لان انا مش ارهابية مثلا لانه انا شخصيا مقررتش اعمل كده لكن لما حد يقول ان الاسلام التفكير كفكرة وكمادة موجودة على الارض يحرد على الارهاب عندنا اثباتات وادلة فنقشني في الادلة ما تبقاش على طول يعني ايا مشاعري يعني ايا مشاعري دي حاجات بيستخدمها السياسيين كمان علشان يحطوا قوانين تتصرب كده من تحت لموضوع الكراهية والكلام ضد الاسلام وكلام من ده وتبقى حاجة يقدروا يستندوا عليها فيمنعوا الناس يلجموا الناس يكمموا الناس في الحلقة دي هنحاول فهم خلفيات فكرة الاسلاموفوبيا واذا كان للعبارة دي تعريف محدد ولا لا هنكلم عن التعريفات العامة الموجودة وامتى العالم ابتدى في استخدام العبارة دي صدقوني انا يعني دورت كتير في الموضوع لقيت نقطتين تلاتة ابتدى منهم الموضوع ده ولازم نشوف النقطتين اللي ابتدت منهم العبارة دي تظهر جم منين يعني ابتدوا على اساس ايه هل المسلمين في العالم او الاسلام بيحتاج للحماية ام لا لازم نعرف ده هل المسلمين في العالم محتاجين حماية يعني المسلمين مظلومين في العالم محتاجين انه الامم المتحدة مثلا تحميهم لانهم متهدين بيقتلوا كل يوم مثلا ولا لا خلينا نشوف هنشوف الصورة الاولانية دي والحقيقة ان احنا ده اللي مخليني النهاردة بدور على فكرة الاسلاموفوبيا دي يعني ابتدت ازاي اليون جنرال اسمبلي اللي هو الامم المتحدة قررت انهم يعملوا يوم 15 مايو او ده مشروع موجود وفقوا علي بعض البلاد والبعض الاخر اعترد انهم بيقولوا انه يوم 15 مارس حيكون يوم لمحاربة الاسلاموفوبيا وكلمة combating it's an international day to combat اسلاموفوبيا والcombating دي بتديك صورة حرب زي حرب يعني فيها صورة جيش بيحارب استخدام سلاح فيها سواء بقى الاسلحة دي ايه معرفش يعني القوانين اللي هتتحط يعني المفروض مثلا ممكن يقولك انه ده هيكون يوم لان احنا to stand against فكرة الاسلاموفوبيا ان احنا نقف ضد فكرة الاسلاموفوبيا او ان انا نساعد الناس اللي بيمروا بحالة من الاسلاموفوبيا ضدهم مثلا لكن دي حاجة احنا هنحارب يعني مش زي مثلا بتقول احنا نعمل حرب على المخدرات اللي بيعمل حرب مثلا على المخدرات البوليس بينزل ويشيل الناس ويدخلهم السجن وكلام من ده مثلا يعني ده you can say i'm combating drugs مثلا او هنعمل حرب على drug lords مثلا ففي حرب لكن اختيار اللفظ ده لانه يوضع على اليوم العالمي اللي عايزين يقولوا عليه لحرب ضد الاسلاموفوبيا لوحده بيوريك الغرض اللي وراء فاكستان قدمت المبادرة دي عن منظمة التعاون الاسلامي واختاروا اليوم ده بالذات علشان اليوم ده يمثل ذكرى حادث الجامع اللي بتاع نيوزيلاند اللي قتل فيه واحد وخمسين شخص الحادث ده كان فيه 2019 يعني طبعا ده كان حادث مريع جدا العالم كله تكلم عليه ونيوزيلاندا وقفة قوية جدا مع المجتمع الإسلامي اللي موجود وكده والراجل اللي عمل ده اتقال عليه إرهابي برده يعني هو يعتبر إرهابي لكن إرهابه ما كانش مصدره الدين هو كان مصدره فكرته هو الشخصية يعني عن علاقته بالمسلمين اللي حواليه الحادث ده فعلا كان خرق لحقوق الإنسان وعنف غير مبرر أبدا وهم بقى أخدوا ده وابتدوا يبنوا عليه الحتة دي يعني عايزة أفهم لو قفنا بس حقف عند النقطة دي ولو خدنا الحادث ده وقارناه بالأحداث العديدة من يعني عبر السنين الماضية لو رحنا وشفنا كام حادث إرهابي مصدره إرهابيين مسلمين قدتلوا فيه ناس على مستوى العالم حتلاقي عندك كل شهر عشرات وأحيانا مئات الحالات ده مش بسبب داعش على فكرة لا ده كان موجود من زمان يعني عندنا ويبسايت بيحسب من وقت 9-11 لحد النهاردة فيه كام حادث إرهابي في كام بلد بيحصل فيها قتل لأبرياء بسبب المسلمين أو على يد المسلمين الأعداد بالملايين من 9-11 لحد النهاردة الباكستان لما قدموا أو الطلب لأنه اليوم ده يكون يوم للحرب ضد الإسلاموفوبيا وقال لك إنه ده خرق لحقوق الإنسان وإنه الإسلاموفوبيا ده عون في غير مبرر ضد المسلمين إزاي بقى؟ مش عارف واليوئين بتقول إنه الإرهاب لا يجب أن ينتسب لأي دين هل ده كلام اليوئين؟ ده الكلام ده بكتوب في التقرير ده طبعا الويبسايت ده اتجاهه إسلامي بحث يعني فهو بيدي لك الصورة المدافعة جدا عن الإسلام واللي تخليك تحس يعني إنهما أبرياء والعالم كله ضد المسلمين والإسلام فعبارة إنه الإرهاب لا يجب أن ينتسب لأي دين دي عبارة تقدر تقولها أنت كده يعني وتحطها زي ما أنت عايز وتمشي لكن هل هي تنفع إنها تركب على الدين الإسلامي ولا لأ دي مشكلة تانية بقى لأنه من تعليم الدين الإسلامي الإرهاب إنه إنك تعد العدة ضد الكفار وإنك ترهب أعداء الله بنشوفه على أرض الواقع ولا لأ آه بنشوفه طبعا بنشوفه هل العبارة كده إن الإرهاب ده مش يجب أن ينتسب لأي دين هو المفروض كده لأن الإرهاب ده شر لكنه حقيقة واقعيا جزء من التفكير الإسلامي ومن الفكرة الإسلامية فإحنا موافقين معاكم يجب أن الإرهاب لا ينتسب لأي دين صحيح لكن إذا كان منبعه موجود في القرآن وفي التعليم القرآن والنظر النظرة الفوقية اللي هي تقولك إن المسلم يعني أنتم الأعلون فاللي تحته ده اللي هو بيرهبه بالنسبة له حتى مش إنسان لأنه كافر نعمل إيه بقى خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي عمران خان اللي هو البرائم منستر الرئيس الوزراء أو رئيس باكستان بيقول كده بيهني الناس بيهني الأمة الإسلامية أو عموما بالانتصار اللي حصل ده إنه إحنا حطينا علامة في التاريخ دلوقتي لإننا عملنا اليوم ده يبقى حرب ضد الإسلاموفوبيا وفرحان قوي بقى بالموضوع ده نشوف الصورة اللي بعد كده بيقول فيها إنه النهاردة اليو ان اعترفت باليوم ده واعترفت بإنه عندنا تحدي كبير لإننا نجابه الإسلاموفوبيا في العالم كله وإنه احترام الشخصيات أو الرموز الدينية مفروض إنه يكون حاجة أساسية وإنه الكلام في الدين لازم يبقى ليه ضوابط وبعدين المفروض إنه ما يكونش فيه أي تمييز ضد المسلمين وبعدين بيقول بقى حاجة تانية إنه ناكست شالنج التحدي اللي جاي بقى ودي النقطة اللي عايزة كنتنتبهوا ليها إنه التحدي اللي جاي قدامه إزاي إحنا هنحقق ده على الأرض المقصود بذا إيه أما يقولك طب إحنا اللي جاي هنعمل في إيه إيه التطبيق العملي التطبيق العملي إنه هما يدخلوا قوانين ضد الإسلاموفوبيا فتقولك إنه تيجي تتكلم عن الإسلام يبقى حديث فيه كراهية ضد المسلمين يعاقب عليه القانون في إنجلترا إنجلترا بقالها سنين طويلة جدا بتعاني من التواجد الإسلامي اللي غير شكل إنجلترا وعلى طول فيه تصادم بين المسلمين والسكان الأصليين في إنجلترا الإنجليز يعني هما دول بقى إنجليز ودول بقى إنجليز بس دول ليهم ثقافة ودول ليهم ثقافة وحاصل دايما تصادم بينهم لإنه مثلا المسلمين إحنا بنشوف ويا ما حطينا مثلا بيطلعوا يعملوا مظاهرات وعايزين يطلبوا بتغيير قوانين وعايزين يغيروا مثلا المدارس الخاصة الإسلامية بتاعتهم ماشي على مزاجهم هما الجوامع بيمشوا ضد الدولة الدولة بتمنع تعدد الزوجات هما برضو عندهم تعدد زوجات فعلى طول فيه نزاع بينهم وعايزين يغيروا القوانين دي فكانوا عاملين برنامج بيتكلموا فيه عن إنه الإسلاموفوبيا ده لازم يحصل فيه تغيير في القوانين علشان تتكلم ضد أو تعاقب على الكلام ضد الإسلام والمسلمين عايزين فعلا يعملوا تغيير في القانون ده فالمستضيفهم كان مستضيف مجموعة من المسلمين فالمستضيفهم بيقول لهم يعني طب ما إحنا عندنا قوانين بتتكلم ضد الهيت سبيتش يعني الحديث اللي فيه كراهية ضد الناس عموما يعني أو الأديان عموما ليه إنتوا عايزين تعملوا ضد الإسلام بالذات ليه لازم يبقى الإسلاموفوبيا بالذات لأنه ده حيلجم أي حد عايز مثلا زينا إحنا بنتكلم عن عن التعليم الإسلامي فلو أنت تكلمت عن التعليم الإسلامي بأي صورة وجارك اللي جنبك ده قالك لا يا عم أنا الكلام ده جرحني خلاص بقى حطك في السجن كم شهر بقى ولا يرفع عليك قضية ولا أي حاجة بقى مش ده التطور الطبيعي للي مثلا اللي احنا شفناه بقى دلوقتي مثلا في مصر إنه ما حدش يقدر يتكلم في الدين إلا بتصريح ليه؟ عشان اللي بيتكلموا في الدين مش عاجبين الشيوخ اللي عايزين يمشوا عايزين يخبوا كل أمور الدين لكن تكشفوا هيقولك لا إسلام وفوبي أوكي التطبيق العملي اللي بيتكلم عنه هو إنه إنه يغير القوانين ووجهت نظرهم إنه القوانين دي تتغير في العالم في العالم مش في دول معينة لا دول عايزين ياخدوا خطوات عملية إنه الكلام ضد الإسلام يجرم طب يعني أي دين طب ما يعني أي دين الناس بتعترض عليه إش معنا الإسلام طب ما تقولوا الأديان كلها يعني دي حاجة غير مفهومة أبدا خليني أشوف تعليقات الناس اللي على التويتر بتاع عمران خان بيردوا عليه إزاي بقى الأول الأول خليني أقول لكم إنه فرنسا والهند اعترضوا وقالوا إنه اليوم ده يعني إحنا إحنا مش موافقين على اليوم ده لإنه فيه تمييز ده فيه عنصرية فيه خمسة وخمسين دولة إسلامية وفقوا طبعا على طول لإنه دايما ده في مصلحتهم فوافق لكن الممثل فرنسا في اليوئن اعترض وقال إن المشروع ده غير مردي وإنه إشكالي جدا هيسبب مشاكل قانونية ومشاكل عملية لإن المفروض إنه كل الأديان سواسية كلام عائل ومعقول وقال كمان إنه تعبير الإسلاموفوبيا ليس له تعريف متفق عليه بالفعل التعبير ده فعلا ما فيش حاجة متفق عليها تقول يعني إيه إسلاموفوبيا معظم الناس بيقولوا إنه الإسلاموفوبيا ده هو خوف أو تحيز ضد المسلمين والإسلام فيه فرق كبير بين إنك إنك تقول أنا الإسلام بيزعجني وإنك تقول إن المسلمين بيزعجوني ده تمييز ضد إنسان من حقه يكون مسلم من حقه يكون مسيحي من حقه يكون ده تعصب تعصب وتمييز لإنه إنسان له حريت إنه يتبع أي دين وياخد أي طريق لكن إنك تقول أنا ما بيعجبنيش تفكير الإسلام لإنه يطبق عمليا على الأرض في بلدي غصبا عني بطريقة ترهبني من حقك سواء كنت في دولة إسلامية ولا في دولة غربية ما لاش دعوه بالإسلام من حقك فده ما يبقاش اسمه فوبيا ده يبقى اسمه أنا بقول أمر واقع أنا شايف إنه تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدي هيئزيني إحنا مش شايفينها إذا كانت السعودية دلوقتي بطلت تطبق الشريعة في ثلاثة اربع أمور عشان مش نافع فإحنا لما يئم الغرب ييجي يقولك لأ أنا مش عايز قوانينك يا أخي بتفردش علي قوانينك نزعل منهم ونقول دي إسلاموفوبيا امشي من بلدهم يا سيد بس يعني مش لازم تحط لهم قوانين ففرنسا بالتحديد لما تيجي فرنسا بقى بالتحديد وتعترض على إنه يكون في يوم للحرب ضد الإسلاموفوبيا من حقهم ولا مش من حقهم طبعا من حقهم انتو عندكم في فرنسا ناس ادهسوا في الشوارع بمسلمين وناس اتقطعوا رأبتهم وروسهم في الشوارع على أيدي مسلمين إرهابيين عندكم تشارلي قبدوا الناس اللي اتفجروا واللي ماتوا والكلام ده كله وحرب دائمة ضد ضد فرنسا والحكومة الفرنسية لأنه حد رسم صورة للرسول وانتو مش عجبكم يعني كلام غير منطقي يا جماعة كلام لا يتطفق مع التقدم الحضاري عشان انت مش عارك الجرحة فانت مش عايزنا نتكلم يعني عمران خان له مقطع شهير قعد وهو في اليو ان وعمال يقول يعني قول رسول ومشاعرنا وانه اللي حصل مع الرسول ده جرح قلوبنا وانا عايز اقول لكم انه الحقيقة جرح المشاعر اقوى كثير من انه تجرح جسد انسان لا دا ولا دا بس انت مجروح مشعرك ليه يعني واحد بيقول انه المعطيات من هذا الدين بتقولك كذا انت زعلان ليه واحد بيقول رأيه انت زعلان ليه ده انتو عندكو جوه بلادكو بتحصل بلاوي وهنشوف ازاي دلوقتي يعني فطبعا من حق فرنسا انها تعترض على دا مران خان مصر على انه تكملة الطريق هتكون في فرد وتغيير قوانين تضمن انه ما فيش حد من مشاعر المسلمين ما فيش حاجة من مشاعر المسلمين تتجرح ايه رأيكم بقى انه في يوم تاني في نفس الفكرة مشابهة جدا والمندوب فرنسا في الامر المتحدة اتكلم في الحكاية دي قال انه يوم 22 اغسطس في 2019 ده عملو من 2019 لحد النهار ده قرروا في 22 اغسطس 2019 الحادثة كانت 15 مارس بتاعة الجامع في 22 اغسطس قرروا انه اليوم ده هيكون لذكرى ضحايا العنف الناتج عن اي طه ديني تغطيك دي ولا اغسط اغسط انت عايز تعمل يوم ضد الاسلام اوفوبيا بالذات ليه ليه لانه انتم الاعلقون لانك عندك هدف تاني يتحط تحت ده ده بيورينا انه المسلم تعلم انه يجد نفسه في انفصال دائم عن بقية العالم هو عنده هدف محدد او الاسلام العمة الاسلامية بتورينا كده انه انا عندي هدف محدد ملكش دعوة حواليك انت عندك هدف انت تقود انت الخلافة انت الامة انت وهكذا مينفعش ان احنا نتحد مع الناس ونقول طب ده كويس او انهم عملوا في نفس السنة عملوا يوم لذكرى ضحايا العنف الناتج عن اي اضطهد ديني طب احب افكر حضراتكم انه المسيحيين المضطهدين على مدى العصور من المسلمين مازالوا لحد النهاردة بيضطهدوا في الدول الاسلامية بكل الاشكال ما سمعناش ابدا المسيحيين قالوا احنا عايزين يوم مثلا الوقوف ضد اختطاف البنات القبطيات واسلمتهم مثلا يعني بنشتغل داخليا بنعمل داخليا نحاول نحمي ولادنا بنصلي من اجلهم بنصلي من اجلكم بنوصل لكم الرسالة لكن حتة ان انا اروح اعيط للامم المتحدة دي عشان اعمل حاجة خاصة بيا انا تديني حقوق تاخد حقوق غيري مشاعري رايفة مبادرة باكستان جزء من الخطة الاسلامية بس يعني احب اقول انه باكستان بالذات بالذات يعني لازم ايه يشيلوا الخشبة اللي في عينهم الاول وهنشوف ليه شوفوا التعليق اللي جاي ده من تويتر على مشكلة باكستان مع الاديان فطاها بيعلق لعمران خان وبيقوله انه باكستان ما عندهاش مشكلة في الاسلاموفوبيا هي هي مشكلة عند الناس اللي هما مش مسلمين عند البلاد اللي مش مسلمين خليني يقولك بقى باكستان عندها ايه عندهم عندكم مشكلة في انه الماينوريتيز الاقليات زي الاحمدية مثلا المسلمين ولا الشيعة ولا المسيحيين دول المضطهدين جوه باكستان فقبل ما تتكلم على اضطهادك ومشاعرك والاسلاموفوبيا اللي انت عايشها دي ابقى يعني ايه عامل الناس دي بطريقة مختلفة احترم الناس دي مشكلة باكستان مع الاديان الاخرى حل مشكلتك اولا خليني اقرأ لكم شخص تاني حط الموضوع ده في موضوع الاحمدية بالذات الباكستانيين ما بيعترفوش ان الاحمدية مسلمين والكثير من المسلمين لا يعتبروهم مسلمين فعملوا ايه باكستان انت احمدية لا عملوا قانون ضد الاحمدية فالقانون ده اتعامل من 30 سنة بيقول ايه انه الاحمدية المسلمين ما يقدروش يعملوا ايه ما يقدروش يقولوا على نفسهم مسلمين طب انا بقوله على نفسي هو بيقوله على نفسه مسلم بطريقة هو حر صوفي شيعا سني اي حاجة انت مالك كدولة تقوله انت بتقولش على نفسك مسلم اقوله على نفسي ايه مش عارف يعني او ولا يقدرو دي نقطة فعلا محطوطة في القانون لا يقدرو يقولوا على نفسهم مسلمين ولا يقدرو يشوروا على ايمانهم بانه اسلام ولا يقدرو يقولوا على اماكن العبادة بتاعتهم جوامع ولا ولا يقدرو يقدنوا ما يقدروش يقيموا الادان ولا يقدرو يقولوا حتى السلام عليكم دا شوف الجبروت يعني ولا يقدرو يتكلموا عن دينهم يعني الاحمادي في باكستان ما يقدرش يتكلم عن دينه وما يقدرش يقول انه مسلم ولا يقدر يصلي في حتة يقول عليها جامع طب هل دا مش احمدية فوبيا يا استاذ عمران خان او اهل بلادك اهل بلدك اهو بيقولوا لك طب نعمل ايه في دول هل تعلموا ان المسيحيين يعني المسيحيين اللي عايشين في باكستان قد ايه متهدين بتتحرق بيوتهم وبتغتصب بناتهم وبتتحرق اماكن عبادتهم انا فاكرة عملت حلقة عن الاتهدد المسيحيين في باكستان كان عندي اصحاب باكستانيين مسيحيين كانوا يقولوا انه اما في الجامعة او في المدرسة ما يكلوش مع المسلمين يكلوا برا على الارض لوحدهم وميستخدموش نفس الاطباق اللي بيستخدموها مثلا الولاد في المدارس ولا في المطاعم لا لانه مسيحي يكلوا ذات كلب برا شيل الخشبة اللي في عينك قبل ما تروح تشتكي لليو ان انا مشكلتي هنا مش مع الاستاموفوبيا قد مع ادعاء المشاعر المرهفة الشديدة الرهقان والطفيس اللي عندكو ده واجه نفسك خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده تويتا تانية ده زافر بيقوله بقى ايه يعني انت عندك امة وبعدين عايز تقول للناس انه مفيش امة استني بيقولك انت بتتكلم على امة الاسلام بس مش عايز تقول للناس ان الامة الاسلام اللي انت بتتكلم عليها دي شايفة او شايفين انكم فوق كل الناس انت عايز الناس تبقى خايفة تتكلم عنك بس يعني ايه ما انتاش عايز انه الناس انا مش شايفة بقيت التويتا خليني اشوفها بيقوله انت عايز الناس ما تتكلمش عنك عايز تحمي نفسك يعني ومش بتواجه نفسك بالحقيقة وعايز انه الناس تخاف اه ولو اتكلموا انت هتحس انك اه 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 يعني مش عارك تجرحت الناس بتضحك على حطة المشعر المجروحة دي بس وقعد يقولك بقى والمشاعر وقلبي وتجرح القلب وبلش الدراع وكذا يعني ايه التهريج ده ايه التركيز على الزاد ده هو ده بقى يعني ايه العناصر المهمة جدا في شكل اخر من اشكال الاسلام السياسي يستخدم اي اداة حتى انه يوصل لانه يعني لانه يدخل حاجة تدي الاسلام درجة او تدي له يعني مسحة اكبر في السحة العالمية طب ما تسلموا الناس وتبقوا كويسين مع الناس ومحنش هيبع عنده اي فوبيا منك يعني قد ما قضيت وقت بقى لك سنتين تلاتة قاعد بتحارب في انك تعمل اسلام فوبيا وهو قريدي في حاجة تانية معمولة زي كده كنت مثلا اخدت وقت على انك مثلا تاخد وقت تقول للناس انه بلاش الارهاب مثلا نظف الكتب بتاعتك وبتاعت الحديث والكلام ده كل شوف التويتر اللي بعد كده اوكي واحد بيقول له على فكرة الناس دي كلها يعني من داخل بلده ومنطقته بيقول له طب ايه اخبار الهندوفوبيا على طول بيومرسوها الجهاديين سو الهندوسيين الباكستانيين راحوا فين ما هو الباكستانيين كان معظمهم هندوس راحوا فين وايه اخبار الهندوس خلاص اعدادهم عمالة تنزل بينزلوا ليه يا اما بيموتوا يا اما بتأسلموهم وبعدين بيقول له بتقدر تقول ايه على موضوع المذابح بتاعة كاشمير والبانديتس في 1990 في 1990 فبيقول له هو يعني انت بتتكلم على اسلاموفوبيا وانتوا كان عندكم مذابح جنسايد جنسايد اسمها ايه بالعربي اللي هي ان هما ينهوا على مجموعة من الناس بحالها تصفيات العرقي شكرا فالناس بس اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عائل الناس بتفهم وما بتنساش لانه معظم الناس دي جايين من يعني نفس البلد او ممكن يكون نفس العرق اللي هما عملوله تصفية ده او نفس القرية اللي اتعملها تصفية او الدين ده او ينو فعايز تتكلم على الاسلاموفوبيا ما تنساش الهندوفوبيا وال المسيحيين فوبيا وكل ده يعني 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 طيب خلينا نشوف اللي بعد كده لا خليني الاول خليني اقول خليني الاول اتكلم على مصادر الكلمة اسلاموفوبيا دي الحقيقة ان انا لقيت تاريخين مهمين في مقال اتكتب في موقع اسمه تي ان ار فالمقال ده بيتكلم على موضوع الاسلاموفوبيا وبيقوله انه يعني كان جزء من المقال بيتكلم عن بداياته وبيقول انه بدايات الاختراع ده المقال اسمه عشان اللي يحبي يقرأه المقال بيقول the invention of islamophobia اختراع الاسلاموفوبيا بدايتها مين اللي اخترع اللفظ ده يقولك في السبعينات لما الناس في ايران ابتدأ اما حصلت الثورة والكلام ده كله الثورة الدينية في ايران فالقادة الدينيين لما العالم اعترض عليهم قالولهم ايه ده اسلاموفوبيا ضد الاسلام محدش من الاجيال بتاعتنا والناس اللي بتقرأ التاريخ لم ينظر لايران وقال ان اللي حصل في ايران في الوقت ده كان مذابح وكان يعني اخد البلد والشعب والشعب والثقافة ونزل بها الارض وبعدين المصدر لان الناس يعني القادة الدينيين في ايران علشان يسكتوا العالم فيستخدموا ايه هم عارفين عارفين الغرب بيحترم الحريات لكن فيقول لك ايه طب انا حضربه بحاجة تقول انه يعني انت بتناقض نفسك في احترامك الحريات الاخرين واللي انتو بتعملوه ده فوبيا ضد الاسلام والمسلمين فانتو كده بتتهدون ده التهاد فايا مشاعري على طول فشوفوا المصدر ايه المصدر الارهابيين اللي كانوا في الوقت ده بيسيطروا على ايران ومازالوا وهم مازالوا لحد دلوقتي بيسيطروا على ايران اسأل اي ايراني النهار ده عن ايران قبل هؤلاء والان هقولك ايه وبعدين يكلمونا على الاسلاموفوبيا فدي كانت في السبعينات دي اول حاجة لقيتها في الموضوع ده المصدر اسلامي بحت بعد كده بقى في التسعينات بقى في اوروبا كان في مقالة كتب على التحديات اللي بيواجهها العالم في موضوع الاسلاموفوبيا والحقيقة والحقيقة ان المصدر في ده انه في اوروبا ابتدى المسلمين يكتسحوا اوروبا بأعداد غير عادية ويغيروا شكل اوروبا فالناس ابتدت اعترد فا اعتراد اهل البلاد دي على التغيرات الجزرية اللي بتحصل في شكل بلادهم اعتبروا المسلمين اسلاموفوبيا فطلع بقى يعني الترم التعبير ده طلع تاني في الوقت ده وابتدى الناس يحاولوا الغرب بقى بثقافته ابتدى يحاول انه يجد طرق وحلول للتعاون بين العرب الاوروبيين دلوقتي والاوروبيين الاصليين فكان فيه نقاش عن التحديات اللي بيقابلها الغرب بسبب الاسلاموفوبي النقطة التالتة المهمة في التاريخ بقى اللي انا شايفة يعني انه دي نقطة عملت نقلات تاريخية هي بداية الالفية التانية لما ظهور الارهاب الاسلامي بالشكل اللي ظهر فيه في 9-11 اللي هي الورلد تريد سنتر 11 سبتمبر الالفية التانية بقى لما اما ابتدى يظهر فيها ده في 11-11 سبتمبر كان مصاحب لأحداث 11-11 سبتمبر ثورة في الميديا كل حاجة كانت على المكشوف فبنشوف اللي القاعدة بتعمله وبنشوف الجهاديين بيعملوه في العالم كله وبنشوف ردود الافعال في العالم الاسلامي لكل ما حدث لا ننسى لما لما حصلت الضربة على في 11-11 سبتمبر قد ايه العالم الاسلامي الناس اللي في الهوية كانت بتكبر وتقول الحمد لله والله هو اكبر ومش عارف ايه والعدو وبعدين يقول لك اسلام وفوبيا طبعا المقابل لده هو اللي حصل بقى في امريكا وفي الغرب في الوقت ده سيبك من الحرب سيبك من السياسة لكن عند الامريكي والامريكية العاديين اللي فقدوا 3000 انسان واكتر في ضربة واحدة بصورة رهيبة اللي اتهزت البلد كلها اقتصاديا وانسانيا وكل ده وهما بيبصوا للناس اللي حواليهم حصل جواهم ايه رعب من هذا الارهاب الاسلام شافوا الارهاب الاسلامي على طبيعته على حقيقته وابتدى بقى يظهر الناس اللي بتقولك اه ده مصدره ايه هل ده كان مصدره تعليم اسلامي طبعا يعني القاعدة واللي حصل ده ده ما نقدرش نقول دي حاجة سياسية لا دي حاجة دينية بحتة ما هيش حاجة سياسية والسياسة والدين لا ينفصلوا هنا فطبعا فطبعا حصل رعب من الموضوع ده وبقوا المسلمين بقى يقابلوا ده بانهم ما يقولوا طب احنا ملناش دعوة مش احنا اللي عملنا كده احنا من البلد لكن خليني اقول حاجة في فرق بين ثقافة مجتمع الثقافة الاجتماعية والثقافة الدينية في المجتمعات الغربية هم بعيدين تماما عن فهم ثقافتنا الاسلامية والثقافة العربية فاذا واحد وقف في الشارع وقال لواحدة انت لابسح جاب لي مثلا او قال لها مثلا انت زي الارهابيين اللي ضربوا في 11 سبتمبر او انت زي ارجعي بلدك عشان انتو بتجيبولنا الارهاب جوه البلد ده كل اللي شافه هو ده كل اللي يعرفه عن الاسلام ولم يفصل بين الاسلام والمسلمين طبعا الست الغلبانة اللي بتشتغل في السوبر ماركت واللي قعدة في البيت بطرع عيالها دي ما هيش ارهابية ولا حاجة في فرق بين الارهابي اللي ضرب اللي حاطت نفسه في المقدمة وبين الست الغلبانة اللي قعدة في بيتها عادي يعني اوكي ففي الثقافة اللي ما بتفرقش بين المسلم والفكر الاسلامي هي على فكرة الست دي عندها نفس الفكرة برضو هي شايفة برضو ان انت كافر يعني اوكي لكن مش كل مسلم ارهابي فكان لازم يحصل هذا التغيير في الثقافة وان الناس تبتدي تفهم انه مش كل مسلم ارهابي بس كمان كان لازم يحصل تغيير في القوانين اللي تحمي البلد من دخول ناس يجوا يستغلوا البلد علشان يفجروا يعني مظارات عامة فيها يعني من يومين كان في مسكو اعتقد جوز ابن واحدة من مراتات صدام حسين اتمسك في امريكا لانه دخل باوراق غير رسمية وكان بياخد تمرين في احدى شركات الطيران اللي اتمرن فيها واحد من الارهابيين اللي عملوا ناين الافن ده من يومين فاخدوه وطلعو ابضوا عليه وطلعو من البلد اللي راحوا في ناين الافن وراحوا تمرنوا هنا جوه البلد على الطيران وعلى الحاجات اللي عملوها دي كانت البلد مفتوح لهم عادي زيهم زي اي حد بمنتهى الكرم دلوقتي ما بقاش بقى في الكرم ده ما بقوا يسموه هبل يعني انا عايزة يعني عشان يحافظوا على امان البلد فده مش اسلاموفوبيا ده رد على واقع في واقع حصل انه المنتج من الفكر الاسلامي وصلنا لانه يبقى في ناس بتعمل كده وده الفعل اللي حصل من المسلمين كان له الرد الفعل ده المجتمع ابتدى يرفض الاشكال دي من التشدد الاسلامي فهيجي الواحدة ويقول لها لعي الحجاب ليه ما تبقيش زينا بعد 9-11 على طول حصلت قد كده مقابلات على التلفزيون اوبرا لها مقابلة شهيرة جدا مع ستات مسلمات امريكيات ومن بلاد تانية محجبات والستات التانية بيقولوا لهم طب ليه انت في عايشة في امريكا ما تبقي زينا هي ما عنداش فهم لحياة الست دي فحصل رد فعل ثقافي على الارض وحصل برضو وحصل رد فعل مغير للعالم كله لنظرته الاسلام لانه الاسلام كفكرة انكشف فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده و انا هتكلم والفيديو شغال ان انا مش حط صوت على الفيديو ده هشرح لكم الفيديو فيه ايه ده مسلمين في اوروبا بيصلوا في الجامع عادي عندهم حريات عادية طبيعية جدا البنت دي باكستانية وبتقول انا عايشة حياة متاهدة فيها الناس بتقول انت باكستانية رجعي بلدك مش مرتاح له بيخافوا منهم فدي معاناة انسانة وهي يعني هم جايبين بالتحديد واحدة مش محجبة فواضح انها مش متشددة دينيا بس بتقول انا بعاني من هذا الاتهد هل هذا الاتهد هي فكرة ده سؤالي انا هل هي فكرة جات من يعني لزقوها فيكو ولا هي جات من خبرة معينة البنت اللي بتتكلم دي كانت قاعدة بتعمل حديث مع الصحفية اللي بتعمل البرنامج ففي واحد قاعد سامع الحديث اوروبي ما عرفش البلد اللي هما فيها اعتقدناها انجلترا لكن هو موجود واعترض على كلامهم وبيقول لها انه الاسلام ارهاب وكده وحصل بينهم نقاش هما طبعا قصدين انه هما هيحطوا بنت جميلة وحلوة وبتتكلم معاب وانتهى الادب انا مصدقة انه في مسلمين حلوين وجمال وبيتكلموا بادب وما عندهمش ابدا اي ارادة انه هما يدمروا البلاد اللي هما عايشين فيهم لكن ده لا يعني ده لا يعني انه مفيش اللي قاعدين في البلد و بيخططوا لانها تكون خلافة اسلامية بيغيروا القوانين من تحت لتحت بيخططوا ضد الدول من تحت ده بيحصل ده هيحصل وده هيحصل مش لانه الاشخاص اشرار قد ما لانه الفكرة الاسلامية المقدمة لهم لازم هتقودهم فيها زل اتجاه فده هيحصل وده هيحصل وبعدين ليه سؤال ليه الغرب بيخاف من المسلمين علشان لما تشوف الفيديو اللي جاي ده انا هقولك هو بيقول ايه وبيكلم بانجليزي او ده واحد شيخ بيوعز بالانجليزي وحاطت الخطبة بتاعته والكلام اللي بيقوله عادي على الانترنت والغرب بيشوف ده شوف كده لما المسلمين يروحوا ويدخلوا لي شوية فاما المسلمين يروحوا يدخلوا برد يقولك وحنا هندخل نقتلهم لا احنا هنقولهم لا احنا جايين نحميكم بس انتو هتدفعوا لنا شوية فلوس علشان نحميكم فعندك الاختيار يا اما تدفع الفلوس يا اما يا اما ايه فالناس يقولولوا اللي هم بقى سبحان الله بس شوية فلوس قد كده وبعدين هتحمونا يا سلام بس سألك ايه اذا لم يطيعوا ولم يدفعوا الجزية هنعمل ايه هنحرمهم بس هو بقى بيتكلم على ايه هنا بيقولهم انه ده الترتيب احنا لما هندخل وحنكتر في العدد وحنقود البلد هنديهم بقى الاختيارات دي يا اما تبقى مسلم يا اما تدفع الجزية لو رفضوا ده ولا ده هنحاربهم بقى لازم نحارب وده هيحصل امتى في الاربعين خمسين سنة اللي جاية لانه الاربعين خمسين سنة اللي جاية دي هو اللي في نظرهم الاسلام هيسيطر على اوروبا على فكرة البنت اللي كانت غير محجبة في الفيديو اللي فات كانت بتقول ايه قالت حاجة مهمة قوي بتقول الاوروبيين بتقولهم انا عايز اقول لكم ان اوروبا لن تعود بيضاء مرة اخرى مش هيحصل ان اوروبا تبقى بيضاء تاني لان احنا احنا جايين اخدنا الاوروبا بالعدد ودي من ضمن الخطة الاسلامية عايزة قبل ما الوقت طب ام ساري اسفة مين طيب خليني اخد الاخ جرجس اهلا بيك اخ جرجس تفضل اهلا يا مستاذ امان اهلا اهلا ازايك اخ جرجس طب بنا يبركك ويستخدمك لمجد اسم خدوس ويبركك اشهرك انا كل اللي اعرفه ان ده احساس بالنقص من الاسلاميين احساسهم بالنقص تخليهم دايما انا بشبههم بالقنفر القنفر لما حسين نيتدهم بيخلاشة وبيصد قنفر بيكور نفسه ويطلع شوقه ويطلعوا كده اوزا يطلعوا اشواكهم يطلعوا اراكم عشان بيحسين ان الاسلام اكتدى ينقلد شوية بشوية بالزب ده يعني مش اخطر من كده فربنا انا عايز بس اسأل حضرتك تفضل ولو ان كان شفتها حضرتك ليه في اي علاقة ده عمر قديم لا ماليش انا جاوبت عالسؤال ده كثير صدقني لا ده مش انا وهم بس مستخدمين اختباري لكن لا ماليش اي علاقة بيه شكرا على سؤالك يا حجر نشكر ربنا يباركك خليني اخد الفيديو اللي بعد كده انا عايز اقول ان الاسلاموفوبيا والاسلام السياسي ظاهرتين بتغزي بعض بالزبط كل واحدة بتقوي التاني وكل واحدة بتشوش التحليل العلمي اللي ممكن واحد يعملوا عن التاني ليه لانه فيه قوة اجتماعية بتتفاعل وبتستخدم المشاكل الحقيقية اللي موجودة علشان ممكن تغزي نوع من العنصرية ضد المسلمين من الجهة وفي نفس الوقت الطيارة الاسلامية بتستخدم الاسلاموفوبيا او العنصرية ضد المسلمين عشان تبرر نفسها وتدل نفسها شرعية طبعا ده برنامج صندوق الاسلام والاستاذ حامد عبدالصمد كان مستضيف الدكتور رشاد انتونيوس استاذ علم الاجتماع في جامعة كوبك في كندا الحقيقة انه تعليقي على او اضافة عايز اقولها لمقاله الاستاذ رشاد انه الحقيقة انه تمييز موضوع انه الاسلام هناك اسلام سياسي وهناك اسلام مش سياسي انا كمسلمة سابقة مؤمنة جدا انه فيش حاجة اسمها فرق من الاتنين لانه الاسلام السياسي هو هو مفيش حاجة في الاسلام مش سياسية لانه هذا الدين اتعمل علشان يغزو العالم دي من اهداف محمد انهم عايزين يغزو العالم خلينا نشوف الفيديو الاخير و يعني نشوف الحاجات اللي بتخوف الناس من المسلمين او مجموعة تصلي في الشارع فعال رصيف في وقت زحمة قدام المسجد اللي في مكان جوا فده انا ما اعتبروش جزء من العمدات ده رسالة يقولك انا هنا ويعني الـ انا ومالجول في الـ وحلون الـ وردود افعال بقى المواطن كانت العادي بقى لما شوف المنصف بالزبط والردود افعال فهل دي فوبيا بقى لما انا دلوقتي يكون مواطن كندي ابيض وشفت مجموعة من الملتحين اللي هما يشبهوا بالزبط اللي بشوفهم عند داعش واللي بشوفهم عند طالبان وقفين مفرشين في الشارع على صيف وبيصلوا وبيعلوا صوتهم الله هو اكبر الله اكبر برددوا المقولة اللي بيقولوها الناس اللي بيتباحوا هناك دي صورة من الصور اللي الناس في الغرب بتشوف فيها المسلمين نفس الناس اللي بيعودوا على الانترنت وبيتباحوا الناس ومسكين البنادق ومسكين الصواطير والكلام ده كله وعملينها باللغات بقى الانجليزي والفرانسي عشان يرهبوا العالم ترهبون به عدو الله عدوك هما دول نفسهم نفس الشكل الناس اللي بيشوفوهم فرشين في الشوارع وهم مش محتاجين يفرش الشوارع ولكنها فرض سلطة سياسية الاستاذ رشاد قال انه نسبة المسلمين في كوباك متجيش ثلاثة في المية يعني مش هعملوا حاجة بيقول كده وقال يعني مش هعملوا حاجة يعني هأثروا في ايه لكن الواقع ان نسبة الثلاثة في المية دي ولا الخمسة في المية من المسلمين اللي هما الناس تقولك ايه اذا اذا المسلمين فيهم نسبة الارهابين خمسة في المية طبعا الكلام ده كان زمان ايام 9-11 دلوقتي النسبة اكيد ارتفعت كتير مع كل التنظيمات الارهابية الظاهرة هيأثروا في ايه لا هيأثروا لانه لما كانت القاعدة من النسبة بتاعت التلاتة ولا الخمسة في المية دي في العالم عملت اللي عملته وقلبت العالم ليرى حقيقة الاسلام بالرغم من الالم اللي مر بيه العالم بسبب الارهاب الاسلامي الا انه ربنا استخدم ده في انه يوري لك الفرق بين ما هو من الله وما هو من الشيطان ما هو من الشرير وانه حتة انتم الاعلونة بالفرد دي اللي المسلمين عايزين يفردوها على العالم ما هي الا طريقة اخرى ربنا بيستخدمها عشان يوري العالم انه ده لا يمكن يكون منه حقوق امم وقلوا لهم خبروهم عن الخبر الصاري كان بيقول لهم تخرجوا ما عكوش حاجة وتدوا رسالة السلام والمحبة للجميع مش تاخذوا العالم وتاخدوا حاجة الناس لا لكن انتم تروحوا تعطوا الخبر الصاري البشار الصاري ان المسيح هو الله محب البشر الذي جاء ليدعو بالسلام للجميع وصلي ان النهاردة تكون الحلقة فتحت ابواب معرفة جديدة في حياتكم جميعا والى اللقاء